المستقلة للانتخابات عن إكمالها بنجاح تدقيق 3600 جدل واسع واعتراضات وتهديد باستخدام القوة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في العاشر من شهر تشرين الأول عام 2021 وما رافقها من خروق وتزوير فضلا عن المقاطعة الشعبية الكبيرة الأمر الذي أثر في نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 12% بحسب الجبهة الوطنية المدنية العراقية تجمع عياد علاوي مفوضية الانتخابات نشرت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد الانتهاء من عملية التدقيق إذ حصل التيار الصدري على 73 مقعدا نيابيا على حين حصل حزب تقدم على 37 مقعدا وحصلت كتلة المالكي على 34 مقعدا ثم الحزب الديمقراطي الكورستاني على 32 مقعدا على حين حصل تحالف فتح الممثل للميليشيات على 17 مقعدا الإطار التنسيقي الموالي لإيران الذي يضم هادي العامري ونور المالكي وعمار الحكيم وحيدر العبادي أعلن رفضه نتائج الانتخابات محملا للمفوضية المسؤولية الكاملة عما وصفه بفشل الاستحقاق الانتخابي في دليل واضح على انقلابهم على ديمقراطيتهم وانتخاباتهم التي طالما روجوا لها هذا وعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المثير للجدل في تقلباته وتناقضات موقفه قبوله بقرارات مفوضية الانتخابات وما تعلنه من نتائج وقال انه يسعى الى عقد تحالفات تحت خيمة ما سماها الاصلاح محذرا من ان تؤدي نتائج المعلنة الى سلسلة من الخلافات والصراعات والصدمات على وفق قوله رئيس الجباة الوطنية المدنية العراقية اياد علاوي قال انه لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات ان تحدد مصير الاغلبية التي قاطعتها مبين ان الانتخابات يترتب عليها فتنة وتزييف لارادة الناخبين النتائج الاولية الانتخابات البرلمانية في العراق كانت صدمة للأحزاب السياسية التابعة لميليشيات الحجد بحسب موقع المونيتور وان هذه الخسارة المدوية تؤكد ان العراقيين يرفضون كل اشكال انتشار السلاح وتعبر عن غضبهم من دور الميليشيات في قمع التظاهرات واستهداف الناشطين وذكر معدو واشنط للدراسات ان احتمالات التصعيد العسكري للميليشيات المسلحة التي خسرت الانتخابات واردة ولا سيما في ظل تهديدها بقلب الطاولة اتهامات التزوير في الانتخابات